السلام عليكم ورحمة الله هنكمل مع بعض قائمة طبعا بدأنا الفيديو السابق بـ Default Design Constraint والـ Conduit Catalog عرفنا ندخل ازاي الاقطار كاملة والماتيريال ازاي نختارها بنعلم من هنا والماتيريال بتبدأ تختار الـ PVC دور على الـ PVC اهي بعد كده اخترت الـ PVC والله عايز اي نوع مواسير برضو هنعمل فيديوهات ان شاء الله او فيديو عن الانوال مواسير وديو تستخدم في ايه وديو فضل تستخدم في ايه بعد كده خلاص نيجي بقى للخطوة الثالثة او الاختيار الثالث من الـ Components اللي هو الـ Extreme Flow طيب بنبدأ من هنا New وتبدأ تختار الـ Extreme Flow اللي هو التدفق الاقصى او اللي هو بنسميها Big Flow اللي هو Big Flow و Minimum Flow طيب تعاله مع بعض هنا نرجع للشكل بتاعي الـ Big Flow او Big Factor Flow المعادلة كانت بتسوي ايه والله احنا قلنا لو اقل من قلناها برضو في الفيديو بتاعنا تعاله نجيبها من الفيديو بتاعنا من الـ Word ادي الباب اسس تصميم الشبكات اهو تعاله بسم الله الرحمن الرحيم في حاجات انا بتعمد افتحي عندي بصراحة بتعمد افتحها قدامك عشان تعرف انت بتشتغل كيف مش كل حاجة جيبها لك صورة لا ده الكود بتاعك لازم الكود يبقى عندك وورد او بيدي اف علشان وانت بتبحث تمام كده طيب الـ Big Flow Factor قالك لو التعداد اقل من 80 ألف تستخدم المعادلة دي طبعا في الـ Q Average لا هو الـ Big Factor لكن بضربه في الـ Q Average يبقى الـ Q Maximum قلناها برضو في الفيديوهات اللي من 1 ل 10 في التعداد اكبر من 80 ألف بستخدم المعادلة دي طبعا انا التعداد بتاعي كام اقل من 80 ألف اهو تعالى اخر سيكشن الـ Population عندي اهو الـ Population عندي بكام 37 ألف وشوية يعني اقل من 80 ألف اقل من 80 ألف يبقى مستخدم 5 على الـ P اللي هو الـ Population في ألف هذا الـ Population الرقم في ألف في قس 167 من ألف طيب ارجع هنا تاني يبقى مجا اختار هنا انا عايزة دخل extreme flow هم هتدخلوا table ولا equation طبعا لو عايزين ندخلوا table هقول لك بردو هتدخلوا table كذلك لا انا عايزة دخله ها equation معادلة اللي هو الـ Peak صح طيب تعالى مع بعض نشوف طب equation ايه Population فاكتور هم يلا تعالى يا حبيبي شايف المعادلة دي؟ او ايه ايه اللي هو الـ Peak flow factor او الـ Peak اللي هو هنا اللي يسميها extreme flow factor EFF طيب ايه الكلام اللي عكدها؟ مبدئيا الـ Capital هو الـ Capital اللي هو الـ Population مضروبة في كام؟ فالف حلو كده القطف فالف قالك ما تزيتش لازم ما ينفعش تبقى بصف انت هتقول ماكسما ما تزيتش عن كام؟ بعض ما كتب بتاخدها بخمسة بعض ما كتب بتاخدها بعشرة طب المعادلة بقى يا باشوانت نرجع للمعادلة بتاع الـ Word ادي نقفل بس دي Don't save معادلة الـ Word خمسة البسط في كام؟ خمسة سيبك من المقام البسط في كام؟ خمسة بصهم جاي هنا اهو البسط طبعا سي واحد دي المفروض تبقى بكام؟ انا مفيش يبقى سي واحد بكام؟ بصفر حلو كده؟ خلاص بعد كده تعال بقى يبقى ديت لغة يبقى هنا عندي بسط على المقام البسط في رقم كام بس؟ جدع خمسة يبقى سي اتنين بكام؟ بخمسة طيب تقول زائد كام؟ لا زائد صفر يا باشوانتس مفيش حاجة يبقى زائد صفر خمسة عريقة بعض كام خمسة بس؟ بس تمام فهم seen هل أبقى دي الشكل، فاهمين؟ يبقى دي الشكل، ستواهر بلسط فيه إثنين إثنين كثيرا، في الأفضل يكون بصفر الام واحد، صفر ! م واحد صفر فى أي حاجى و الام واحد بصفر فقط طيب، على p قصة مائة سبعة وستة من الف يعني سيها ثلاثة بكام ، بصفر ادي سي ثلاثة بصفر زائد البي يعني الام دي لازم تبقى ام اتنين دي بكام بواحد عشان واحد في البي تبقى ببي يبقى الام اتنين بواحد في البي قس اه مية سبعة وستين من الف اي تنين تبقى مية سبعة وستين من الف مش فاهم ولا كلمة باش وانت صح انا عارف اللي انت شتمت بس الله يسمحك بقى مية سبعة وستين سوري مية سبعة وستين مية سبعة وستين ميش فالليش هتاعم الله يسمح بهزر الله يسمحك طبعا اه تعالى محقك ما ما نشرح لتليش من اول مرة اه انت عايز المعادلة تكتب خمسة في البست على بي او اس كذا في المقام طيب يلا تعالى هنا المعادلة انا عندي بست ومقام يعني الحد المطلق ده مش عايز يبقى سي واحد بكام بصفر خلاص ايب عندي البست اللي هو انا عايز سي تنين بكام بخمسة ادي سي تنين بخمسة زائد لا هو خمسة بس بشوانس يبقى زائد صفر يبقى صفر يبقى كل فاكتور الام واحد او اي واحد بصفر تمام بقى الام واحد بكام بصفر معايا يبقى الام واحد عندي بصفر تمام كده طيب نكمل يبقى هنا انا اخترت السي تنين بخمسة طيب تعالى بقى انا عايز الترمي ده كله بكام بصفر الام واحد بصفر يبقى صفر في البي بصفر صفر قص كامل اي واحد مش بصفر بواحد reek اصلا قلت دي صفر يبقى خمسة واحد انا عايز خمسة بس بكا الام واحد اعملها بصفر والاه واحد كا الام واحد check out зад pi خمسة على البسط انا عايزه تمام قص كذا يبقى 2 1 زائد الام اثنين بواحد في بي اثنين 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 طب باشواندس لها باشواندس جايب لنا السي واحد اما احنا مش يستخدم هوي السي تلاتة فاهمني ليه جايب البقى اللي صفرناه عشان يا حبيب قلبي لو انت عدد السكانة هو اكبر من ثمانين الف يبقى عندك الحد المطلق اللي هو واحد وعندك زائد البي والاربعة زائد طب هنا البي بي جزر البي اللي هي بي اثن نص فاهمني يعني هو عمل المعادلة عمتا لاستخدمتها دي او دي في مشاكل طب نرجع للشكل بتاعي عملت المعادلة بتاعتك وعملت كاتوف فاليو وعملت البوفيوليشن يونيت تمام خلاص اوكي ويتم افلي طيب اخر حاجة في الكمبونينتس اللي هو اليونيت سانيتري دراي ويذر لوتس طيب تعال هنا الشكل بتاعي اللي بالمنظر ده نختار بناء على ايه بتيجتوا معامل نيو برضو تمام كده هتجيبها مثلا على البوفيوليشن بيزد او على الكاونت او على الاري اولي احنا بنختار بقول احنا شغلين ده تي بوفيوليشن بيزد تمام طيب نيجي نختار الكابتة كم فعشرة اس ثلاتة طيب اليونيت لود هو سانيتري انجينيرين بيبقى كم من عشر المعادلة فاكرين المعادلة اللي هو البيك فاكتور فيه تمامية من عشرة في الووتر كونسامشن صح كده لو تفتكر هنا الوتر كونسامشن كان بكم يا حبيب قلبي الوتر كونسامشن كان بمية وخمثين يبقى تقول مية وخمثين في كام تمانية من عشر من سبعة من عشر تسعة من عشر ولكن نقل تمانية من عشر في المية وخمسين تطلع بكم جدع بمية وعشرين او مجاي هنا نختار المية وعشرين سوري معلش هنا المية وعشرين بعد كده close يبقى انا كده عرفت الكمبوننت عرفت المواسير اللي هو الكوندويت كاتالوج عرفت الديفولت ديزاين كونسترينز عرفت بسم الله الاكسترين فلو اللي هو البيك فلو فاكتور وعرفت اليونيت سانيتري دراي ويذر لوتز الفيديو القادم ان شاء الله هنبدأ ندخل بقى تصرفات السانيتري انجينيري وهو الصرف وتصرفات المية وتصرفات الصرف والامطار والانفلتريشن وهنعرف ازاي ان شاء الله في الفيديو هات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته